ما التعدي الذي تشكله التدخلات الروسية في الانتخابات الأمريكية وما تأثيرها على الحزبين الجمهوري والديمقراطي وكيف تستغل روسيا الذكاء الاصطناعي من أجل إحداث تأثير على الناخبين الأمريكيين وما طبيعة المحتوى الذي أنتجته موسكو وما هي قدرة على تغيير آراء الناخبين وهل من مجالات أمريكية أخرى تتجه روسيا إلى التأثير عليها عبر الذكاء الاصطناعي نقلت وكالة رويترز عن مسؤول استخباراتيا أمريكيا قوله أن روسيا أنتجت معظم محتوى الذكاء الاصطناعي للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية أكثر من أي قوة أجنبية أخرى كجزء من جهودها الأوسع لتعزيز المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسة ديمقراطية كامالا هارس المسؤول أوضح أن محتوى الذكاء الاصطناعي الذي أنتجته موسكو يتعلم من البيانات السابقة كيفية اتخاذ الإجراءات استخدموا هذا التدريب فإنه ينشئ محتوى جديدا مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو التي يبدو أنها من إنتاج البشر المسؤول أوضح كيفية نشر روسيا لمحتوى الذكاء الاصطناعي مشيرا إلى أعلان وزارة العدل في التاسع من يوليو عن تعطيل عملية مزعومة مدعومة من موسكو استخدمت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي معززة بالذكاء الاصطناعي لنشر رسائل مؤيدة للكريملين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى وقال المسؤول أن جهات مؤثرة روسيا قامت بفبركة مقطع فيديو تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع حيث ادهت امرأة أنها كانت ضحية لحادث سيارة صدم وهرب من قبل هارس ومع ذلك قال أن الفيديو تم فبركته بدلا من إنتاجه من خلال الذكاء الاصطناعي فيما قالت شركة مايكروسوفت الأسبوع الماضي أن بحثها أظهر أن الفيديو كان من عملية تضليل روسية سرية للمزيد تنضم إلينا من واشنطن لينسي جورمان مسؤولة سابقة بالمخابرات المركزية الأمريكية أهلا ومرحبا بك سيدة جورمان ونسأل مباشرة كيف يمكن للتدخلات الروسية وفقا لما قاله مسؤول استخباراتي هو يقول أن روسيا أنتجت معظم محتوى الذكاء الاصطناعي من أجل التدخل في الانتخابات الأمريكية كيف لها أن تتدخل في الانتخابات الأمريكية بأي شكل؟ شكراً لإستضافتي أولاً أوضح أنني لم أكن في أي وقت من حياتي في الـ CIA ولكن عملت في الحكومة الأمريكية وبالتالي هذا ما نقوم به فيما يتعلق بروسيا وقيامها بهذه العمليات كما قلتم هي الأولى في هذا المجال ولديها لاعبين يتخصصون بالتأثير على الانتخابات الأمريكية وهي أيضاً تستعمل التكنولوجيا الجديدة الذكاء الاصطناعي أكثر من أي دولة أخرى للقيام بهذه العمليات عمليات التأثير في أمريكا ولكن أيضاً في ديمقراطيات أخرى نعرف أن ذكاء الاصطناعي هو أداة جديدة يمكن من إنتاج الكثير من المحتوى وبدأنا نرى ذلك على مستويات الكمبيوتر باستمرار في الماضي كانت هناك بعض التعليقات الزائفة في بعض الحسابات الزائفة على وسائل التواصل الاجتماعي حول مواضيع التهم الناخبين ولكن الذكاء الاصطناعي يزيد كثيراً من هذه الجهود لأنه يسمح أيضاً بإنتاج محتوى مصطنع ونرى أيضاً القراصنة الروس في المجال السيبراني يفعلون ذلك أحياناً يقومون باستعمال اللغة الإنجليزية ولكن ينتجونهم المحتوى لاستهداف الأمريكيين نعم وهنا في هذه الحالة يحاولون التأثير على الناخبين لإنجاح دونالد ترامب على حساب كامالا هاريس لأن روسيا تستفيد أيضاً من نتائج الانتخابات الأمريكية وتحاول بالتالي أن تدعم مرشح على حساب المرشح الآخر واستعمال الذكاء الاصطناعي في هذا المجال يؤدي أيضاً إلى زرع الإنقسامات والعداء بين الأمريكيين لإغضابهم وتكون هناك مواجهة بينهم على وسائل التواصل الاجتماعي هنا نسأل سيدة جورمين اسمحي لي نسأل هنا عن مدى الانتشار في مثل هكذا حالات وسهولة أن يكون هناك مثل هكذا تدخلات من خلال الذكاء الاصطناعي وسهولة أيضاً أو صعوبة كشف مثل هكذا حالات نعم لو كان الأمر بهذه السهولة لفعله الجميع طبعاً لدينا لاعبين كروسيا وإيران أيضاً التي تستعمل المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي للتأثير على الانتخابات ولكن هناك منصات كثيرة كأوبن اي اي أو غيرها فيها بعض الضوابط تتعلق بالنشاطات السياسية طبعاً يمكن تخطي هذه الدوابط ولكنها موجودة وتحد من انتشار هذا النوع من المحتوى على الأقل إلى حد ما ولكن المسألة تتعلق أيضاً بالتأثير لأنه من السهل أن نولد أي محتوى عبر الذكاء الاصطناعي ولكن السؤال هو هل أن هذا المحتوى سيؤثر على أرأي الناخبين وهنا الذكاء الاصطناعي ما زال في بدايته في الفيديوهات كالذي أشارتم إليه الصدمة بالسيارة والهروب لا نحتاج حتى إلى الذكاء الاصطناعي لإنتاجه فهنا السؤال هل أن الذكاء الاصطناعي يؤثر إلى حد كبير أكثر من الوسائل التقليدية التي تؤدي إلى بعض الفيديوهات المزيفة وعندما يدخل الذكاء الاصطناعي طبعاً يزيد من التكنولوجيا ولكن غالباً يمكننا أن نميز من أين جاء هذا المحتوى نعم بالحديث عن التأثير إلى أي مدى يمكن بالفعل لمثل هكذا محاولات من خلال الذكاء الاصطناعي أن تكون مؤثرة بالفعل كما ذكرت حضرتك قلت بأنها لربما تثير الفرقة في الأوساط الأمريكية بين جمهورينا وديمقراطين إلى أي مدى يمكن أن تكون بالفعل مؤثرة أعتقد أنه من الصعب أن نجد جواباً كمياً عن هذا السؤال هناك الكثير من التضليل بشكل عام من دون الذكاء الاصطناعي أو قبل الذكاء الاصطناعي هناك أيضاً عنصر النفسية لدى الأشخاص أحياناً هناك تأثير على بعض الناخبين الذين يتأثرون بالصور أو بما يرونه أو ببعض المواقف كتقويض سياسات كامالا هاريس أو إظهارها مختلفة عن ما هي عليه وإعطائها طابع سلبي عبر الذكاء الاصطناعي أو حتى عبر وسائل التلاعب بالفيديوهات بطريقة تقليدية ولكن الهدف هو تغيير شعور الناخبين وهنا يصعب جداً علينا أن نحدد مدى التأثير أو إلى أي حد هناك تأثير أو أن هذا التأثير سيؤدي إلى نتيجة عملية أم لا لذلك هناك رد من قبل الحكومات ولكن علينا أيضاً أن نرد على المستوى الاجتماعي هذا يعني أن المنصات يشدر أن تتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بالمحتويات وأن تشير إلى أن بعض المحتويات تم توليدها عبر الذكاء الاصطناعي أو أنها زائفة لم نصل إلى أفضل نظام في هذا الإطار ولكن علينا أن نعمل عليه نعم لربما بعد قليل نتحدث عن إمكانية بالفعل إيقاف مثل هكذا لنقول هاجمات عبر الذكاء الاصطناعي هناك فقط أريد أن نتحدث عن هذه الحادثة المتعلقة في السيارة وتم الكشف على أنها مفبركة هل هناك اختلاف بين الفبركة وبين استخدام الذكاء الاصطناعي أيهما أكثر تعقيداً؟ أيهما أصعب استكشافاً أو كشفاً؟ طبعاً هناك اختلاف تقني كيف يمكن أن نكشف هذه الفيديوهات؟ طبعاً أعتقد أنه من الأسهل أن نتعرف إلى فيديو تمت فبركته عبر الذكاء الاصطناعي لأن هذه البرمجيات تبدو واقعية ولكن هناك ناحية مختلفة تظهر عندما نستعمل الذكاء الاصطناعي مما يجعل من الأسهل أن نكشف هذه الفيديوهات أما الفيديوهات التي تفبرك تقليدياً فهنا يمكننا أن نستعمل فيديوهات حقيقية وأن نقطعها بطريقة مختلفة لنفبرك الفيديو التي نريد وعندها يكون من الأصعب أن نحدد ما إذا كانت مفبركة أم لا هناك تلاعب بهذه الفيديو ولكن على المستوى التقليدي يصعب التحديد أكثر حتى الآن على الأقل وذلك يعيدنا إلى السؤال ما هي الأدوات التي نستعملها إلى أي مدى هي متطورة وهل يمكن أن نموها أو نغير في فبركة هذه الفيديوهات لتصبح مقنعة إلى حد كبير أو واقعية في تفاصيلها إلى حد كبير هناك وسائل تقليدية أيضاً فيها مستويات من التقانية والدقة الذكاء الاصطناعي يسهل من الفبركة ولكن حتى الآن يمكننا أن نميز ومع إمكانية التمييز هذه أن نتحدث عن الطريقة لقطع الطريق على مثل هكذا تصرفات ومحاولات روسية أو من دول أخرى أيضاً من أجل التأثير في الانتخابات الأمريكية دور هذه الشركات التي تحدثت عنه قبل قليل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة كشف ذلك ما هو دور هذه المؤسسات والشركات الكبرى طبعاً يجدر أن تعرف هذه الشركات من يستعمل المنصات وأن تضع بعض الضوابط وإذ كانت هناك حملات للتأثير عليها أن تتصرف وأن تمنع بعض اللاعبين من استعمال هذه المنصات الأمر مماثل لما حصل مع وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الوسائل أيضاً أو الشركات المسؤولة عنها لديها ضوابط حول من يستعمل ومن لم يمكنه أن يستعمل هذه المنصات علينا أن نفعل الأمر نفسه وبدأت شركات الذكاء الاصطناعي تفعل ذلك وتحدد دوابط لكيفية استعمال المنصة هناك أدوات أخرى بدأت تطبقها الشركات هي أن تطالب بشهادة مصدر تتعلق بالمضمون لنعرف إن كان الفيديو مثلاً قد صور فعلاً أو هو نتيجة تلاعب عبر الذكاء الاصطناعي يمكن للشركات أن تفعل ذلك أيضاً منصات وسائل التواصل الاجتماعي يمكنها أن تتعرف عن المضمون أو المحتوى الذي نشر وإن كان قد أنتج عبر الذكاء الاصطناعي أم لا وعندها يمكن سحب هذا المحتوى قبل أن ينتشر إلى حد كبير ويؤثر على الناخبين هناك أيضاً من ناحية الحكومة بعض التصرف على مستوى كل من يحاول أن يؤثر على الانتخابات ولكن طبعاً الحكومة لا يمكنها أن تكون بذات فعالية الشركات المسؤولة عن هذه المنصة لانسي غارمين وأنت زميل أول في مجال التكنولوجيا الناشئة شكراً جزيلاً لك اشتركوا في القناة